قام العدو من بعد الساعة 12 بالليل بإطلاق صواريخ قراد 107 على أكثر من محور من القطاع وعلى قطاع الجبهة الشرقية كلها تقريبا وإطلاق نار مستمر مع محاولة تسلل واقتحام من محور المحاور المرابطين على الأخوة المجاهدين فضرب العالمين نحن سدينا وخلينا يتقدموا شيء لم يلتزم بإطلاق النار أبدا 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 إلى هاي الساعة تحت انتسمع صوت الاشتباكات من طرف واحد من قبل العدو ونحن إن شاء الله صاحي لهم تراصدينهم بس بضبط نفس نحن بقيادة فيلق الرحمن العسكرية الموجودة داخل حي جوبر طبعا ملتزمين بوقف إطلاق النار وبالهدنة المذكورة نحن بعد الساعة 12 تقريبا هو معوعد الهدنة تم اختراق الهدنة من قبل قوات النظام على محورين بجوبر هنا استراتيجيات بالنسبة لنا لهم محور عارفة ومحور طيبة برشقات وأدت قضائف صاروخية باتجاه الحي ونحن ملتزمين بالهدنة إلا إذا جتنا مثلا من قيادتنا العسكرية بفيلق الرحمن أي شيء أنه نتعامل معه بس نحن قيادة عسكرية بفيلق الرحمن ملتزمين بالهدنة نحن إن شاء الله مع مبادرات السلام كلها بشكل عام ولكن ليس لا ناسقة بهذا النظام لا يمكن أن نصدق ونحن على أتم الاستعداد لصد أي هجوم قبله مثل ما قالك الآخي هني ماله مصداقية من صبح لها هلأ أكثر من عشر قزائق حتى الآن ومستمر بالقصر ومصداقية ما في عنده أنتو طيب كثوار وكجيش إسلام رديتوش على نظامه على اختراقاته؟ نحن نسع نسجل جراء ما ترجمة نانسي قنقر